العمر نقول إذا حصل منه الجماع قبل إتمام سعيه والعمر هي أصلا طواف وسعي وحلق هو المفروض أنه لا يقع منه شيء من الجماع ومقدماته إلا بعد الحلق بعد التحلل لكن إن فعل طوافه وسعيه وبعدين جاء مع زوجته قبل أن يحلق كمل الطواف والسعي ثم ذهب إلى السكن ولم يحلق رأسه فجامع زوجته نقول لهذا يجب عليه الهدي لأن تم السعي خلاص تمت العمر ما زال التحلل الذي هو الحلق وقد جامع قبل أن يتحلل فيجب عليه الهدي يعني يهدي نتيجة لإفساد ليس لإفساد الإحرام نتيجة لفعله محظورا قبل التحلل هذا إن انتهى من السعي لكن إن لم ينتهي من سعيه كان بعد الطواف قبل السعي وإلا أثناء السعي ولم يواله هذا نقول له فسدت العمرة أيضا وجب إتمامها فاسدة ثم قضاؤها أيضا يعني العبرة هي إتمام السعي كان أتم السعي هذا يجب عليه الهدي ولا تكون العمرة فاسدة كان قبل إتمام السعي في أي مرحلة من مراحل السعي أو الطواف أو قبله هذا فسدت عمرته ولزمه إتمامها لزمه الإتمام فاسدة ثم قضاؤها وزمه إتمامها وزمه إتمامها ترجمة نانسي قنقر